السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة هبا من أكاديمية الميقات الإسلامية سنتابع اليوم شرح قاعدة الأعداد درسنا في الحصة الماضية الأعداد المفردة من العدد واحد إلى العدد عشر المفرد ودرسنا حكمة كل منهما والآن سنبدأ بدراسة الأعداد المركبة أي من العدد الثالث عشر إلى العدد التاسع عشر بداية سنقوم بمراجعة سريعة الأعداد واحد والعدد اثنان هنا تطابق المعدود العدد واحد والعدد اثنان يطابق المعدود كما تم درسته سابقا مثل جاء طالب واحد فهنا طالب مذكر وواحد مذكر فطالب هنا المعدود وواحد هي العدد جاء الطالبتان إثنتان طالبتان هنا هي المعدود وإثنتان هي العدد طالبتان دلت على مؤنث فاثنتان تدل على مؤنث طالب دل على مذكر فواحد تدل على مذكر وأيضا تم دراسة حالتها الإعرابية أن المعدود هنا يعرب حسب موقعه بالجملة والعدد يعرب نعد دائما أما الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود إذن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة ولنركز على عشرة أنها المفردة عشرة المفردة الآن سنناقش الفرق بين العشرة المركبة والمفردة فنقول مثلا جاء ثلاثة طلاب طلاب هنا مفردها طالب فتدل على مذكر فالعدد يجب أن يخالف المعدود فالمعدود طلاب مذكر فثلاثة جاءت مؤنث وأربع طالبات العدد أربع هنا جاءت مذكر لأن المعدود طالبات تدل على مؤنث فيجب أن يخالفها العدد الآن العدد يعرب حسب موقعه بالجملة هنا والمعدود يعرب مضاف إلى مجرور سننتقل الآن إلى معرفة حكم العدد عشرة الآن العدد عشرة يأتي في حالتين حالة المفرد أي أنه يأتي بمفرده ويعامل معاملة العدد من ثلاثة إلى تسعة أنه يخالف المعدود في التذكير والتأنيث يأتي بداية العدد وبعد ذلك المعدود يعرب العدد حسب موقعه بالجملة ويأتي المعدود مضاف إلى مجرور يعامل معاملة العدد من ثلاثة إلى تسعة أما العدد عشرة المركب إذن يطابق المعدود الآن إذا جاء مركبا ماذا نقصد بمركبا؟ أي أنها تأتي الأعداد من العدد الحادي عشر إلى العدد التاسع عشر هنا عزيزاتي نقوم بتجزئة العدد حسب حكمه حسب حكمه بالإفراد نضيفه إلى العدد عشرة ونقوم بتطبيق كل حكم خاص بالعدد المذكور الآن العدد واحد والعدد اثنان يطابقان المعدود والعدد عشرة المركبة كما قلنا بأنها تطابق المعدود فنقول هنا مثل مررت بإحدى عشرة طالبة الآن طالبة هي المعدود والعدد إحدى عشرة لننظر العدد واحد والعدد عشرة عشرة مركبة ستوافق المعدود المؤنثة والعدد واحد سيطابق المعدود لأنها مؤنثة لا نستطيع أن نقول واحدة عشرة فنقول ماذا؟ إحدى عشرة فأصبح لدينا عدد هنا مركب أصبح لدينا عدد مركب نقول قابلت أحد عشرة طالبا طالبا هي المعدود وأحد عشرة هنا دلت على العدد المركب عشرة المركبة توافق المعدود وواحد هنا تأتي أيضا توافق المعدود كما تم دراستها سابقا فكلاهما العدد واحد والعدد إثنان والعدد عشرة المركبة توافق المعدود الآن يعرب العدد إحدى عشر عدد مركب مبني على فتح الجزئين بعد ذلك نتابع حسب موقعه بالجملة من يأتي أولا يعرب حسب موقعه بالجملة والمعدود هنا يعرب تمييز منصوب المعدود دائما بعد الأعداد المركبة يعرب تمييز منصوب أما العدد إثنى عشر هنا الجزء الأول اللي هو العدد إثنان يعرب حسب موقعه بالجملة لأنه ملحق بالمثنى يرفع بالآلف وينصب ويجرب الياء والجزء الثاني يعرب دائما يسمى بني على الفتح فنقول مثلا قالت تعالى فانفجرت منه إثنتى عشرة عينا هنا عزيزاتي نقوم بإعراب إثنتى إثنتى موقعه الإعرابي هنا ماذا؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى وهنا عشرة تعرب ماذا؟ اسم مبني على الفتح أما هنا قابلت أحد عشرة أو إحدة عشرة هنا إحدى عشرة يعرب عدد مركب مبني على فتح الجزءين في محال جر بحرف الجر هنا عدد مركب مبني على فتح الجزءين في محال نصب مفعول به ننتقل إلى الأعداد من 13 إلى العدد التاسع عشر الجزء الأول من العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود لأن العدد من 3 إلى 9 كما تم دراستها بأنها تخالف المعدود أما الجزء الثاني وهي عشرة المركبة قلنا بأنها ماذا؟ توافق المعدود فهنا نعامل العدد من 3 إلى 9 وفقا لحكمه ونعامل العدد عشر المركبة وفقا لحكمها فنقول مثلا ساعدت 15 محتاجا انظري عزيزتي هنا عشر مركبة توافق المعدود المذكر لكن خمسة تخالف المعدود فهنا تدل على مؤنث وهذه تدل على مذكر قرأت أربعة عشرة قصة هنا أربعة تخالف المعدود فهنا أربعة دلت على مذكر لأن المعدود مؤنث لكن عشر المركبة توافق المعدود الآن الأعداد من 13 إلى 19 هنا تعرى بعدد مركب مبني على فتح الجزئين ونتابع الإعراب كيف حسب موقعي بالجملة إذن يأتي دائما بعد الأعداد المركبة من العدد 11 إلى العدد 19 اسما مفردا منصوبا ويعرب ماذا؟ يعرب تمييز منصوب الآن ميز العدد والمعدود في الجملة الآتية مع بيان الحكم قالت تعالى يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا الآن 11 هي ماذا؟ هي العدد وكوكبا هنا إيش؟ كوكبا هنا هي المعدود كوكبا هي المعدود الآن أحد عشرة كلاهما توافق المعدود إذن هنا توافق المعدود العدد 1 والعدد 10 المركبة العدد 1 والعدد 10 المركبة احفظ من القرآن أو أحفظ من القرآن 19 سورة الآن صورة يا عزيزاتي هي ماذا؟ هي المعدود لننظر الآن لدينا الرقم 9 9 هنا جاء مذكر لماذا جاء مذكر؟ لأن العدد 9 يخالف المعدود والعدد 10 المال توافق فالعدد 9 هنا تخالف تخالف المعدود وعشر المركبة ماذا؟ توافق عشرة مركبة توافق إذن عشرة مركبة توافق المعدود الجملة الثالثة قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهر الآن العدد 2 العدد 2 والعدد 10 المركب هنا يوافق المعدود لأن المعدود هنا شهرا المعدود مذكر فالعدد هنا دل على المذكر إذن العدد 1 والعدد 10 المركبة توافق كلاهما يوافق المعدود درست سبعة عشر كتابا الآن لدينا العدد سبعة سبعة يخالف المعدود وكتابا جاء مذكر لذلك سبعة جاءت مؤنث إذن العدد سبعة تخالف المعدود والعدد 10 المركبة توافق المعدود اللي هو ماذا كتابا إذن 7 تخالف المعدود بعشرة مركبة توافق إذن العدد سبعة تخالف أو يخالف المعدود والعدد عشر المركبة توافق المعدود حصلت على خمسة عشرة درجة الآن درجة أيضا هنا دلت على مؤنث وعشر المركبة توافق المعدود لكن خمسة تخالف فخمسة جاءت تدل على مذكر وعشرة دلت على مؤنث لأنها توافق المعدود خمسة تخالف وعشرة المركبة توافق لاحظي أننا نتحدث عن عشر المركبة أما المفردة تعامل معاملة العداد من ثلاثة إلى تسعة عندي الآن كتابا العدد خمسة يخالف المعدود والعدد عشر المركبة توافق المعدود فالمعدود هو ماذا؟ كتابا المعدود كتابا إذن يجب أن نضع العدد خمسة مؤنث خمسة والعدد عشرة مذكر لأنه يوافق المعدود هنا عدد مركب مبني على فتح الجزئين خمسة مفتوحة وعشرة مفتوحة مبني في محار رفع مبتدأ مؤخر فازة فراغ متسابقا يجب أن نضع العدد 11 وأن نقوم بكتابته الآن العدد واحد يوافق المعدود والعدد عشرة المركبة توافق المعدود متسابقا مذكر إذن يأتي العدد واحد والعدد عشرة المركبة توافق المعدود فنقول فازة أحد عشرة متسابقا الجملة الثالثة اشتريت فراغ مجلة الآن مجلة تدل على مؤنث نقول اشتريت اثنتي عشرة مجلة الآن لماذا قلنا باثنتي؟ لأنها تعرب إعراب المثنى وتعرب لوحدها هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى وعشرة اسم مبني على الفتح وكلاهما مؤنث لأن مجلة مؤنث وتوافق المعدود أبدع فراغ لاعبا في المباراة لاعبا مذكر الآن العدد تسعة عشر العدد تسعة تخالف المعدود والعدد عشرة المركبة توافق المعدود فنقول أبدع تسعة لأنها تخالف وعشرة توافق فنقول أبدع تسعة عشر لاعبا في المباراة إذن الآن اختاري عزيزتي الإجابة الصحيحة مما بين القوسين كرمنا فراغ فائزة أو كرمنا إثنتا عشرة أو إثني عشرة أو إثنتي عشرة كرمنا نحن نريد أن نجيب إثني عشرة أم إثنتي عشرة إذن الإجابة الصحيحة هي إثنتي عشرة لأنها تدل على مؤنث في الصف فراغ نريد أن نضع خمسة عشر طالبا الآن طالبا مذكر والعدد خمسة تخالف المعدود فيجب أن نختار المؤنث الآن خمسة لا يجوز نختار هذه أما الإجابة الثالثة الآن عشرة هي الصحيحة لأنها مذكر وطالبا مذكر فهذه هي الإجابة الصحيحة وهنا عزيزتي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة ترجمة نانسي قنقر